شباب. اليوم الحصة الأخيرة من الترينينج متاكم. فأخو أنتوما اللي في الحصة الأخيرة دي ما نعملوها خاصة بالأكزام تيبس ان تريكس. واليوم ان شاء الله مش نحاولوا نعطيكم كل شي ما أنتم تحتاجوه بإذن الله تعالى باش ننشعوا في امتحان البي بأسهل ما يكون. أنتم تعرفوا اللي احنا دي ما نصيحتنا لكم هي انكم تعودوا تسجيلات الحصص تنا هدوك الـ chapters كل اللي قرينهم من أول chapter لآخر chapter تعودوا وتتفرجوا فيهم الكل. وهي وعندكم أنتم ما بتطبيقات كم تعرفوا في وسط كل chapter وفي آخر كل chapter كمجموعاً تأسئلة ما يصل إلى تقريباً قربة 300 سؤال أو 400 سؤال في البرزنتيشن كاملة على كل شابتر باش ندربو الحصة هذي فيها خنقولوا احنا الزبدة بتاع البي ام في هي فيها الميندسيت والتيبسنتريكس خنطعدي وخنقولك مش مش نعمل في الحصة هذي فالحصة هذي بإذن الله تعالى مش ركزوا على سبع حاجات أولاً مش نفهموا الـ exam logistics وهي للناس مش تعادي مع الدار ولا الناس مش تعادي مع التست سنتر مهما كانوا من الدولة مش نعملوا summary and PMI mindset لكن السمري مش معنتها مش نعودوا الكورس نو مش ركزوا على النقاط اللي يزما كتفهمهم كيفيش يجيوك في الامتحان كيف عملنا في تدريباك المرة هذي مركزين على الامتحان الـ PMI mindset وهذه من أهم الحاجات الـ PMI mindset لكي تفهم انت في كل سؤال كيفيش تعرف الإيجابة صحة لأنه PMI عندها مجموعة من الميندسات سواء في change سواء في risk سواء في conflict سواء في transition سواء في compliance سواء في حاجة متعلقة بالteam ولا بالstakeholders ولا acceptance criteria عندها ميندسات معين يعني انت لما تفهم الـ PMI mindset حتى على اختلاف الأسئلة تقدر دي ما تتبع الميندسات بتاع PMI والحقيقة اللي عديوا الامتحان ونجحوا دي ما يرجعوا لنا يقولوا لي يا أحمد طبقت الميندسات اللي قلت لنا عليه الحمد لله يا ربي ينجحوا فهمتوا مش لاملوا tips and tricks هذه من أهم الحاجات اللي عنا في حصة اليوم هذه الحصة الأخيرة اللي نسكروا بها الترينيج الـ Elimination techniques ومنخبيش عليكم لما نقولك بأنه الأسبوع هذا والأسبوع الماضي برشة برشة من اللي عديوا يقول لي يا أحمد ريتا أنت ذاك العشرة نقاط اللي قلت لنا عن الـ Elimination techniques هكا رسخين في عنايا يجي سؤال فيهم كلمة من اللي الكلمات اللي قلت لنا ما تغذرهمش تكن عديها تكن عديها تكن عديها تكن عديها بهاي حمد لله يا ربي هذا يربحهم في الوقت ونجحهم في الامتحان ثم مش نعملوا practice على time management بهاي مش نطبقوا إن شاء الله بضعت أسئلة على time management ومش نعملوا drag and drop questions هذو drag and drop questions اللي يجيوا بالضبط في الامتحان يعني خطوط أمس ولا ولامس واحد من اللي عديه ونجحه يقول لي يا أحمد جوني عشرة drag and drop questions اللي يريدهم معك في الترينيج وفي الكوتشينج ما بعض معي فهمتوا فهنا الحمد لله يا ربي وبخلافة السبع نقاط هذه المع إن شاء الله اليوم مش نعملوا practice متاع أسئلة عنا مجموعة متاع أسئلة مش نعملوا عليهم practice من جميع هات chapters اللي عنا يعني من كل chapter مش نعملوا أسئلة جدد بخلافة الأسئلة يشوف نعملوا في الكوسما بش نعملوا أسئلة جدد بش هكيكا أنا نضمن أنه أنتم جاهزين وحاضرين للامتحان بهي فإن شاء الله تعالى مش نمشي وإحنا في الحصة هذية بالجزء وبإذن الله تعالى تستفيدوا وبإذن الله تعالى تخرجوا من هالبروغرام كامل هذية قادرين إنكم إن شاء الله تعالى تنجحوا في الامتحان من أول ضربة وبأسهل ما يكون باهي ففقط نحب نأكد عليكم هي البرزنتيشن يمكن طولها 466 صفحة كما تشوفوا لهنا طبعا الـ 466 صفحة فيهم 360 أسئلة وأجوبة باهي أسئلة مشابيني الامتحان فإحنا إن شاء الله في الحصة هذي مش نعملوا المكسيمم أسئلة كما يجوا في الامتحان لأنه الحمد لله اللي عاديوا في الامتحان معنا ديما يبعثوا لي سكينشوت يقولي يا أحمد فالامتحان جاني 40 سؤال ما اللي شفناه مع بعضنا في الترينيج برزنتيشن ولا في الكوشينج معايا ولا 50 سؤال 60 سؤال ديما كانت العدد يتراوح من 30 إلى 60 سؤال فأنا نقول الحمد لله يا ربي يعني تقريبا من الربع إلى ثلاثة الامتحان تقريبا نراوها معنا والباقية من المعينتسيت من المعينتسيت اللي مش رحكيه كماني في المعينتسيت والتيبسانتريكس والحمد لله هكي تضمنوا إن شاء الله تعالى نجاحكم في الامتحان بايه أحنا طبعا مش نعطيكم هذا كل في حصة واحدة بايه وإن شاء الله تستفيدوا على الأخر يا شباب بايه أورايت بايه خلنا لنبدأوا على روحنا في الحصة هذية بايه أول حاجة خلنا نبدأوا باللوجستيكس لأنه أول نقطة الشكلية هنا هي الإكزام لوجستيكس خلنا نحكيه شوي على الإكزام لوجستيكس ثم ناس يحب يعديوا الامتحان من التاست سنتر يعني واحد من المراكز المعتمدة سواء في خارج تونس ولا في تونس وطارحوا أنتما إحنا في تونس عنا زوز مراكز معتمدة اللي هو في الشرقية مع إدفانسيا وإلا في وصل المدينة مع يونيفرسيتي سنترال عنا فيديو عملناه حبطناه على اليوتيوب كيفاش تعمل بوكينج سواء تختار الديت وسواء تختار المكان وتقرر في البوكينج متاعك هل أنت مش تعدي من الدار ولا هل أنت مش تعدي من تاست سنتر بايه سواء مش تعدي من الدار ولا من تاست سنتر ديما الصفتوير مش تعدي به اسمه OnView منعن شركة بيرسون فيو بايه فهناك هناك مش تعدي من الدار مش يبعثو لكم أقبل بأيام لينك يقول لك شو تصب اللينك هذي باش تصب السوفتوير هذي وهو يعمر تاست للكمبيوتر متاعك يشوفه ملائم ولا مش ملائم فأنتي أحسن حاجة يزم الكمبيوتر متاعك يكون نظيف خلينا نقول احنا ما فيهش سوفتوير مثل ذلك متاع سكرين شيرينج ومتاع يعني كونيكتنج عن بعد مع شخص آخر ولا متاع Online Conference لأنه ميحبوش أي سوفتوير يقدر يساهم في الغشة فهمتا ويجبو يكون يعني مذابيكاتي تكون تحت تنظيف جديد يعني الرامة متاعية قوية في الدار عندك انترنت بهية القاعة مش تعدي فيها احناك مدار مش تعدي مدار مذابيكاتي تكون فارغة ما فيهش برشة حاجة تقرب منك لخزينة قريبة منك لحد شي لأنهم هما يقولوا لك ايه صورنا الغرفة عمليه يتصور بتالي يفونك يبعث لك لينك يقول لك تصور هوني يتصور له جميع الجوانب بتاع الغرفة والطاولة والكرسي وتحت الطاولة وفوق الطاولة كل شي فهمتا فلهنا ما هيش صعيبة لكن فقط انتراك مذابيك الغرفة تكون مهيئة للك انت كانك في الدار مش تعدي مدار للامتحان ومذابيك اذا كان عندك عائلة خاصة اطفال ما يفهموش ما يلزمش انت تعدي في الامتحان يدخل عليك اي انسان ما يزم حتى حد يدخل عليك اذا في الدار عندك انترنت سيئة تقدر تستعمل انترنت بتاع تليفونك تعمل تترينج يعني لكن قبل ما تعمل ذلك تعمل فورورد يعني باش اي انسان يتلبك يقل بزي باش ميقصوا شارك الانترنت وديقات عادة بايه اذا كان عندك انترنت سيئة في الدار تستعمل انترنت تليفونك بحكم ديما الانترنت في تليفون احسن وطبعا ماذا بيك يكون عندك على الأقل احنا نقوله 10-15 جيجا بايت إذا كان ما عندكش في تليفونك على حسب بنتي والكونتراكت اللي عندك هذا بصفة عماته وبعدك نرجع للتفاصيل هذه وكانك مش تعادي من التست سنتر هذاك عاد أسهل وأسهل لأنه التست سنتر هما المسؤولين يحضروا اللابتوب المناسب والإنترنت المناسب وحتى كان صار لك أي قصان في التست سنتر مثلا قصت عليهم الإنترنت ولا قصت عليهم الضو ولا أي حكاية تقدر تصير على حسبهم هما يتحمل المسؤولين إذا قصت عليك الإنترنت في الدار ولا قصت عليك الضو كما صار من نهارين أو ثلاثة الواحد من اللي عديوا معنا قصت عليهم الضو مرتين أو ثلاثة يحكي مع PMI بكل لطف وتفهمه ورجعه الامتحان وكم العد وحمد الله هنجح فهمته فقط كما قلت لك ديما ديما كنت عندك مشكلة ولا عندك حاجة ما ما فهمتهش ما عرفتهش يا ترجلنا احنا نصحوك اشتعمل يا راهو عادي جدا كي تحكي مع PMI تمشي على موقع PMI اللوطة عليم يتلقى نيد هيلب ولا اللي هو وتحكي معهم ويتفهموك باهين مفيد تحكي معهم كما نقول احنا بكل صدق وبكل لطف وبإذن الله يتفهموك وعنهم حتى رواتسعبهما PMI باهين باه الامتحان الـ PMP 180 سؤال وهذا الشي تعرفوها هو راهو في حدود في حدودة تقريبا 170 سؤال يجيوك multi choice questions يعني MCQ لك يسيين بالفرنسية دي ما عندك اربع احتمالات واحتمال بركة هو الصحيح هذي راهو بصفة عامة باهين وثمهما تقريبا ما معدله خمسة اسئلة اللي فيهم خمسة choices وتختار اكثر من اجابة ويقولك هو اختار زوز اختار ثلاثة اختار اربع وهذه اختار زوز ولا اختار ثلاثة ولا اختار اربع يما يكتب هالك بصريحة عبارة في اخر السؤال ويقولك select 2 select 3 select 4 ويظلي انتما عندكم في هذلك عشرات الموكي اكزامز اللي عندنا عندكم من ذلك الأسئلة اللي تعرفوهم انتما يا مسؤال اربع احتمالات وتقدر فقط تختار اجابة برك تبدأكها كل كورة صغيرة تتحول من اجابة الاجابة هذلك غيرك تختار اجابة برك وتعرفوهم من الأسئلة اللي عندنا في الموكي اكزامز تبقى مربعات صغار وتعمل تك 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 يعني multiple choice ولا multiple answers will be selected لهنا الاسئلة اللي فيهم اختار اكثر من اجابة كما قلت لكم يما يقولها لك بنقوسين في اخر السؤال يما يجي يقول لك مثلا what are the three actions that the project manager should take اه لهنا لك يسألك what are the three actions that the project manager should take مع انتظروا ثم three actions مش تختار ولا يسألك مثلا what are the actions that the project manager should take وبعد يجيك بين قوسين choose three الزوز موجودين يعني يقول لك الزوز موجودين يعني يما يطيهالك دائركتلي في السؤال وانتبه للعدد باشتعرف انت قدش من اجابة تختار ولا يعطيهالك في الاخر احنا في الترينينج متاعنا وانت في الحالة الاولى والحالة الثانية وعننا الحالة الثالثة تعرفوه منتو مع انك الاسئلة الصعبة خاصة سمحوني الامتيحانات الصعبة كما الامتيحان رقم الثنين ورقم واحد اصب امتيحانات نعنى بالعاني هذوك درت عليه من امتيحان امتيحان من عمنا ولا يظل ولا وقت ونحيت من امتيحانات ثلاث 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 بالعاني عليها حاطي لهم ديجري أوف سيفيريتي عالية خاطر حبك تفكر وحدك وحدك قدش من ايجاب صحب ونبعد تعرف الامتيحانات هذوك اللي عنا اليوم احسن امتيحانات واللي يجيو بالضبط تقريبا في الامتيحان الحقيقي خاصة امتيحان 17 18 19 هذوك حاطينا فيهم select 2 select 3 select 4 etc لانه هذوك في الاخير هما الأقرب وحيد للامتيحان الحقيقي وديما اللي عادي وقلنا بالضبط يا أحمد جايونا بالحرق كما في الامتيحان هذوك خاصة امتيحان 17 18 17 وثم تقريبا 5 اسئلة drag and drop ديما نحكي على ما معدله ثم يجيو مثلا زوز with multiple answers و7 ولا 8 drag and drop ثم يجيو ما معدله وثم يقول يا أحمد راني يجيو الامتيحان 178 سؤال فيه فقط 4 choices وزوز اسئلة واحد drag and drop واحد more than one answer راهو بالحق ثم هكا وثم هكا بما عنده بنك بنك متاع آلاف الأسئلة آلاف مو ألف من الأسئلة وتتدلل هي والالغوريتيوب متاح باي ولهنا من بعض كون نحكي وعال يعمل معاك إذا كانك أنت فتك الوقت ولا ما عاش عندك برشة وقت ولا إذا كان عندك برشة وقت توقع لك يعمل معاك باي هنا دعنا نمشي لل preparation tips راهو شوف ريت أنتما من لحظة تكملتوا الترينينج تعرفوا نصيحة متاح ديما أنتم كل حصة نكملوها نبعث لكم من ايميل اللي فيه الفيديوهات طبط الحصة اللي مسجلين واللي فيه فيديوهات تكميلية تفرجوا فيهم و ديما نقول لكم في يدك 48 ساعة بايش تعود تفرج في الحصة راهو الناس اللي تفرجوا على كل حصة 48 ساعة بعد ما تكمل نلقاهم ديما هما أكثر ناس يعديوا الامتحان بسرعة بعد الترينينج وأكثر نشحوك بالمجد يعني عملنا حتى statistics statistics في كل جروب نلقاهم الناس اللي ديما ملتزمين باللي نبعثوهم احنا في الإيميل بعد كل حصة ستقوني بالحرف هما أكثر عادي نشحو ونشحو من أول ضربة من أول محاولة بسم الله ما شاء الله انتو مالهنا فرضا أنا مش ناخو نقولوا مرة تفرجت ومرة ما تفرجتش على تسجيل الحصة باي بعد ما كمنا الحصة مبعضنا مرة قدرت تفرج على التسجيل بعد 48 ساعة ولا اللي هو برا مرة ما قدرتش أنا خنقولك مش تعملوا بسيفة عامة الناس هذوما نقولوا أعطي روحك شهر باش تعديل امتحان يعني انتو توا الجروب اليوم هذي آخر حصة باي انتو الجروب اللي بدأت 19 ماي اللي يومة 21 جوليا هذي هي آخر حصة باي طبعا عنا احنا حصة زيدة بحكم اللي جاء العيد لأضحى ومقريني نهارتها فلهنا لهنا في الحالة تعكمنتوما احسن وقت باش تعديل امتحان هو آخر قوت باي يعني من 15 قوت 20 قوت 30 قوت ماكسيمو باي انت باش تعدي امتحانك في قوت شي يزمك تعمل تعمل باي وستادي بلان هذي تعملها ساعة إلى ساعتين يوميا ويزمك تكون ملتزم بل حق ملتزم باي تقول انت يا سيدي وليوم آخر حصة الجمعة جاء كاملة مش الرجع فيها أنا الكورس باي نعود نتفرج في فيديوهات الكورس وتعرفوا انتم فيديوهاتنا خلنا رجعلكم شوية للدرايف بحكم اللي انتوما موجودين تسميوا في الدرايف كمانيش غلط في الدرايف الاقديم باي مش كما جميع اللي يقروا بالبرزنتيشن الجديدة ولو انو احنا عملنا تعديله عملنا تعديلكم انتوما بايش تكونوا انتوما جميع اللي بديوا فيش هارجوان وجويل يقوت هذوما اللي عندهم البرزنتيشن الجديدة انتوما مش تعملوا انتوما جروب انتوما في 2024 جروب 19 مياك اوالله باي فانا ننصحك شدكوا الحصة وتفرج سوري وين السيشن وانا شبك عمش اتفرج باي انا رأيت فلا هنا شوفوا شباب اه تعرفوا انتم اخر كل حصة احنا عملين اه اه اخر كل حصة احنا عملين هذيك ال ال باي حطوا على جنب ال راجع انت المحتوى المحتوى بتاع كل حصة راجعوا اعمل كل يوم كل يوم سكرت شابتر باي كل يوم سكرت شابتر كل يوم سكرت شابتر كل يوم سكرت شابتر باي توفي تسع ايام تسع ايام تلقى روحك سكرت الكورس كامل اذا اندي في تسع ايام تلقى روحك سكرت الكورس كامل ومبعد اش تعمل ومبعد شد بتعود تفرج على الحصة هذية متعمل باي الحصة هذية الكاملة وال ترجح مناهية وتعدي امتحانك. كن متأكد. تعاود تفرش في الفيديوهات متاعك ما كهو. والفيديو متى الحصة هذه متى التبس انتريكس. وتعاود تقرأها متى التبس انتريكس تنجح. وعندك 3 امتحانات بيضاء. إذا كان 17-18-19 يجب أن تعملهم. لأنه جميع الأسئلة متى الدراك ان دروب اللي جاءوا في الامتحان أعملهم اليوم مع بعضنا إن شاء الله. جميع الأسئلة متى الدراك ان دروب. باها. جميع الأسئلة متى التبس انتريكس تنجح بكري وإلا يكون عندك باك اوب انترنت كونيكشن في الدار. يعني ديما تخيروحك ومش تعدي سواء في التس سنتر ولا في الدار. وديما عمل باك اوب لان لكل شيء. وثم برش عباد يخذوا راه الجمعة الأخيرة قبل الامتحان عطلة. تقول لي احمد هل يستحق امتحان البي ام بي اللي انا نخله عطلة بأسبوع يستحقوا جدا. لأنك لما تاخذ شهادة البي ام بي بالمجدة وتشوف انت القيمة العلمية والفكرية. وحتى المالية اللي تزادولك في السيفيم تاعك. باها. سواء مش تكمل في البلاد انت فيها او مش تحولي إلى بلاد أخرى. باها. commitment scheme هون برشا انك تقعد ملتزم. باها. حسنا. كيف يش تحضر؟ لهنا ايزمك اول حاجة. هذيك الريتروسبكتف اللي نحكيو عليه احنا بعد كل حصة. تتذكروا انتوما كي نقولكم اتفرج على الحصة. تسجيل الحصة بعدما كاملوها. وعمل الريتروسبكتف متاعك. هذيك الريتروسبكتف ماذا بيك تكتبو بيديك. باها. باها. برغم الهنا في البرزنتيشن هذه عندكم كل شيء انتوما. هذي متاعتيب سنتريكس باها. انت قلتلكم بتتذكروا من اول حصة. كل شابتر كل شابتر تلخصوه في صفحة مش في ورقة. في صفحة كل شابتر. وانا الهنا جملكم السامري متاعك كل شابتر. باها. مهم برشا انك تذكر راه الامتحان يعتمد على تجارب حقيقية. خبرات حقيقية. هذيك عليك من اول حصة ديما نأكد عليكم. يا شباب الريتروسبكتف. ديما كل تكنيك نقرأها. تخيل روحك كيفاش كنت تقدر تطبقها في خدمتك. ولا في البروجيكت. ولا كيفاش قاعد تطبق فيها. ولا ابدأ تطبقها. باها. يجب انك تعمل البركتر من امتحانين الى خمسة امتحانات. وديما نأكد ونعود. لو الامتحانات 17 18 19 هما مست دو. يجب انك تعملهم. لك الامتحانات البيضاء. تعرفوا انتم معنا برشة امتحانات. هما 17 18 19 يجب انك تعملهم. باها. باها. هذاك مست دو. بالحق مست دو. باها. اقرأ بستاي. حظر بستاي اللي واتيك. تحب تقرأ في النهار. في الليل. في جروب. واحدك. باها. اقل ميمورايزينج. واكثر اندرستنينج. يعني نجب نقلك. نقدر قلكم انه 95% من واحدة والبي ام بي. فهم. وخاصة لما مش نحكيه عن البي اماي ميندسيت. لانك اذا انت فهمت. البي اماي ميندسيت كيفش تحبك تتصرف في كل وضعية. زي ما الهنا انا نكوتش التيام ممبر ولا ننطرده. زي ما الهنا نعمل اسكليشن السبونسور ولا نحل مشكلة بداية. زي ما الهنا مش نقعد مع الفندر ونقراش على الكنتراكت انا وياه. ولا نمش نلغي الكنتراكت. هنا لما تفهم انت الميندسيت متى بي اماي. حسنا. انت فهمت الميندسيت. ما عادش محتاج انك تحفظ. لانك فهمت الميندسيت متى بي اماي. وفيها بي اماي كيفش تحبك تجاوب. حسنا. اقل ميمورايزنج. كيف تعمل ميمورايزنج؟ مثل الفرمولة مثل البرت. سي بي اي اس بي اي سي في اس في. يمكنك بعض الحاجات يمكن تحفظهم. أمره. ونقلكم حاجة بها. حاول انك تقعد مع عباد ايجابيين. وعباد بالمجد يزولك المعنويات. سواء انت عمل زوس لثم الناس معك من الجروب. اللي تقرأ فيه انت PMP. وتتعاون مبعثك. سواء انت ترجع لنا. تعرفوا العبدالله. انتم تعرفوا اللي انتما اي واحد قبل ما يعدي الامتحان. بخلاف انه يعمل معنا التراينينج. ويعمل معنا الكوتشنج. اللي توا ولا الكوتشنج ولا انتجريتد في التراينينج. وبخلاف الكوتشنج اللي هين بكم في كل جروب. تعرفوا انتما عندك وان تو وان. يجب انك تعملوا معايا ثمانية ورعين ساعة. وإلا اربع وعشرين ساعة قبل المتحان. يجب انك تعلم معايا. يتكلمني طول على الواتساب. ونعمل نوعيك وان تو وان. طاح من اول حاجتش نعملها في وان تو وان. نهز المعنويات بتاع الشخص. علش. خاطريني تلقاني. عندي معلومات على الشخص هديك من عند فريقي. يقولوا له فلان. ما شاء الله علي. يناشط في الجروب. يهبط اسئلة. يهبط اجوبة. يعمل اجابات. علش هادي. علش مش هادي. لا اعتقد هادي اصح. هادي كده. يبدوا يمدوا اللي في قائمة. تعرفوا انتم اللي انا عامل جهدي المكسيمون. باش نتبع انا في كل جروب. لكن الحمدلله يعني. ما نجمش نتبع يمكن جميعنا للجروبات. لكن ثم اسامي رنانة. احنا نسميهم الاسامي الرنانة في وسط الشركة. وفهم اسامي نحفظوهم بالمجد. يقولوا خاصة الفريق اللي ما شاء الله عليها فولان. وما شاء الله عليه فولان. دي ما ناشط. دي ما يسأل. دي ما يتبع. اسئل تثكين. اجاباته تثكين. التشالنج متاعوذكي. هذوك تعرف بالمجد يعني. الناس الكل انا بطبيعتي. لما نكلمهم نزلهم المعنويات. نقولوا راني نتبع فيك. راني عندي اعبارك. ياتك الصحة. واللي مثلا ما هوش. منعوا الخاجة وللكتهم. باي. انت ستي بأول سلسة اسئلة بينو بينو. انقال حاضر. انقلوا انت حاضر. انت رك بإذن الله مش تنجح. والحمد لله يا ربي. ربي ما خيبنيش سبحانه وتعالى. في خمسة وتسعيف المئة من الحالات. من فضله تعالى. بالمجد. يعني عدد حقيقي. في خمسة وتسعيف المئة من الحالات. ما خيبنيش ربي سبحانه وتعالى. والحمد لله. اللي قلت له رك جاهز. لا ننجح ننجح الحمد لله. ثم بعض العناصر. صارت لنا مثلا الشرية دي. زوز من الناس. يظل الكنية مش حاضرية. قلناهم اجل. اجل. لحقيقة اجل. جيك في سبعين دولار تأجيل. ولا جيك في ثلاثمية وثلاثة وتسعين. ولا جيك في مية وثلاثة وتسعين دولار. يا عدم. وهي. والحمد لله. اجله. والحمد لله. نذكر شكور حتى اجله ونشحه. والحمد لله تعالى. بهاي. ارعد. دي ما حطت الشهيدة قدام عينيك. دي ما قل ارعد. انا بدنا ليش. تعالى الشهيدة مش ناخوها. للامتحان لا تستسهلوا. ولا تستصعبوا. بهاي. اعطي حق. اعطي حقه. وثلو بعد كافتها. ما نجمت نحكي على كل شيء. بهاي. ليت ليت الامتحان. شوف شو نقولك. ليت الامتحان. أرقد بكري. احنا نقوله في لغتنا. حصي لنا في الصدور. ارقد بكري. واعتمد على. البيرسولون نوتس متاعك. دي ذاك الوريقات. انت بيديك. تعالى ايش تعمل انت. تعالى جميع. جميع. نحكي على الجروبات. اللي في الدرايف جديد. اللي يقرب بالبرزنتيشن جديدة. وسوين انتوما. سوين هما. انا حطي تلكم. البيديف. حطي تلكم. في الدرايف متاعك. لو تمشي. والجروب متاع. واحد جميلية. تلقاه وعندكم البرزنتيشن هذية. واي. واصلا مش نبط الابديت. بحكم انا قبيلة شوية. بدلت فيها يجيش عشرة ستايدز. زيت حاجة جدد. واي. الهنا. الهنا انت. انت صحيح. عندك البرزنتيشن هذية. اللي فيها tips and tricks وكل شي. واي. لكن روح هذيك البرسولون نوتس متاعك مهمية جدا. تعرفوا يا قروه معك مع باد. ما نعرش في جروب كم في جروب التخينا. انا اكيد موجود في كل جروب. والله يشريوا كرسة. احنا نتذكروا احنا صغار نسميه كرسة بوثناشة كبيرة. كرسة طويلة هكا ومفياش برشة ورق. تبدأ كل الحصة. بعد ما نكملها معهم في المباشر. يمشي يعودوا يتفرجوا في التسجيل. ويتفرجوا يعملوا بوز ويكتبوا. ومو اللي يحظاتهم. يتفرجوا يعملوا بوز ويكتبوا. ومو اللي يحظاتهم. ومبعد بديوا يصوروا لي. يحمد هارش عملتي. ارى هكا باهي. والله يقلم يعطيك من الصحة. باللمجد. ربي وفقكم خاطركم. ما شاء الله عليكم. النوتس. بيرفكت نوتس. كيفاش كل تكنيك قرينيها. كل تكنيك كيفاش انا فسرتها. كيفاش اللي اعطيته. كيفاش كذا. هم تك 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 تك. يكتبوا 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 يكتبوا. وبعد بسم الله ما شاء الله. ننقى عندهم كراسة معبية. نقلوا ماذا كيفية كراسة معبية. هذا هو الناوتس معبية. برا راجع منها. حبتك ان انت توا ما عندكش. مثالش. هاوك تزيل الحصاصة معبية. ونقلكم حاجات تحب نعطيك مسر. او مش عطيك مسر. او مش عطيك مسر. ونقلكم. هاو انتم توا في الدرايف الجديد هكا ولا. سمحوني انتم في الدرايف القديم. سمحوني. انا شا عملت في الدرايف القديم. جيت لها. باي. باي. ونمشيوا لجروب 2024. امشي جروب 1-7-2024. باي. ليت جروب 1-7-2024. اهوك عندهم متشاكتر بالطريقة الجديدة. وقارين بالبرزنتيشن الجديدة. باي. اهوك عندك متشاكتر صفر. اللي هو introduction. business environment. stakeholders. team. agile and scram. waterfall and hybrid. planning. executing. procurement. quality. performance. وتيب سنتريكس. اقرأوا وراجعوا بجروب واحد جميلة. اسمعوا كلامي. اقرأوا وراجعوا بجروب واحد جميلة. لأنه عندهم البرزنتيشن الجديدة. اللي هي عملنا لها lean. lean. داخرناها lean مع بعضنا. عملنا لها lean. بنسبة 33%. يعني straight to the point. مش نقصنا slides. ولا نقصنا techniques. بالعكس ما نقصناش. اما عملنا lean للprocess. عملنا lean للinformation. يعني straight to the point. straight to the point. باي. وفي chapter 12 tips and tricks. بخليه اهي. عندكم هذه البرزنتيشن التي نقرأ بها توا. فخطروا من بعدكين ان شاء الله. هبتكمل update. خطروا عندي تقريبا اسبوع من اللي هبطتها. وزدت قبيل عشر صفحات قبيلة. فلهناتو بعدكين هبتكمل version الجديدة. فراجعوا بجروب واحد جميل يعني. اسمعوا كلامي. باي. على خاطروا بالمجد. هو اللي فيه الطريقة جديدة. بالبرزنتيشن الجديدة. واللي coaching و training integrated. ما بعضهم. وفيهم المعينتسات والتيبس انتريكس. all integrated. اربعة في واحد. باي. اربعة في واحد. باي. نرجعهم اليها. فلانها ليت الامتحان. ارقب بكري. باي. مهم برشا انك ترقب بكري. اعتمد على personal notes متاعك. و ما تشربش برشا ماء. علش ما تشربش برشا ماء؟ لانك من غضوة الحية في الامتحان. راك يمكن مش تلقى روحك مضطر انك تدخل التواليات كذا مرة. فانتي قبل 24 ساعة. نقص من السوائل شوية. بايش ما تلقى شوية حك مضطر انك تدخل التواليات. لانه الامتحان يمكن يعملك شوية توتر ولا شوية. باي. باي. اه. اه. كما قلتك. اذا كان مش تاخذ الامتحان مدار. مش تعمل انتي سيستم تست. مع اون فيو. هم يبعثوا لك الانك بالبنهارين ثلاثة. باي. اه. و عندك الحق انك تعمل براكتس. تجربة. بال اون فيو. باي. اختار مكان. اه. كوايت. يعني هادئ في الدار. اه. ماذا بك تكون. اه. وكون متجهز لجميع السيناريوهات. ثم شكون يعمل. ثم شكون اه. امتحانه اليومة. شاء الله يكون نجح يا ربي. باي. باي. نحكي معه صباح واشية. اه. لانه عنده الكمبيوتر متيعه فيه مشكلة. فعم الحمد لله. عمل باك اوب بلان. جيب كمبيوتر اخر باك اوب. وعمل باك اوب بلان. برغم عنده انترنت. يعيشي فرنسا هو. عنده انترنت مزيدة. لكن عمل باك اوب بتليفونه. الحمد لله. جهزنا انوية خطة كاملة. بالباك اوب بكل شي. بايش باذن الله تعالى. يكون متجهز لجميع السيناريوهات. باك اوب 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 ب من الباب من ثاني وقاعد بحذاه وهو يقرأ صوت السؤال بالعالي باش بحذاه الأستاذ متاويس مع السؤال يكتبه على وريقة لإجابة A B C D با هي فلهنا ما تبالك رغم فيري ستريكت آآ و فيري سيريز با هي فلهنا نهر الامتحان كل شيء يكون عندك متجهز آآ ما تخلي حد شيء قريبا بحذاك لا كتاب لا لا ورقة لا قلم حتى إلا حاسبة ما تحتاجش لأنه الصفت وير اللي تعدي به الان في وسط وإلا حاسبة باي اه 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 الان اه كون ديما اقدم الكاميرا هزم اللاب توب انتاك فيه انتجرييت كاميرا باي ما تخافش ستكوني ما تخافش تعالف عشانش ما تخافش لأنه من فضل الله تعالى لما أهدنا ربي ووفقنا جلى جليل وانه حمد من فضله تعالى آآ 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 قيناة tips and tricks آآ آآ اللي بالمجد هما لخليوا الناس الكل يعني حضرنا tips and tricks اللي يخليوا الناس كل لما يفهموهم ينجحوا في الامتحان ما عايش عندك من اشتخاف يكفي انك تفهم التيبس ان تريكس بتاعنا اللي احنا بيهمهم هم انفسروا البي اماي مايندسيت طبق البي اماي مايندسيت اتشح في الامتحان بكل بسطة با هي بالجلب ما في احد شي اذا كانك مش تعدي من ايكزام سنتر با هي فلا هنا ماذا بيك تمشي للأيكزام سنتر مثلا قول مش تعدي نهار 23 قوت مخرا انت نهار مثلا خمصة شقود امشي امشي للأيكزام سنتر شوفوا شوفوا وين هو شوفوا قدش بعيد عليك شني احسن ثنية تمشي منها تاخدوا ناقل عمومي ولا تمشي بسيارتك اه الهنا قديش نهارتها مش تكون بدرجة الحرارة والله اعلم اه البس حاجة مونسبة جدا اه حاجة خفيفة حاجة متقلقش حاجة متخنقش حاجة متخليكش مثلا موجوع في ساقك ولا في بدنك ولا حاجة ضيقة عليك شوفوا في التست سنتر هذي بحديها باركينج ما بحديها شباركينج اتستر عمدت بالمجد حط روحك متهية وقتش ثم زحمة وقتش ما ثميش زحمة خاصة العباد اللي عديوا ثمانية وتسانة عصباح بحديتك من الزحمة عني قلتلك بحدي هذي معاك اه 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 سويا مش تعدي من الدار سويا مش تعدي اه من التست سنتر ديما ما دميك عندك جوى السفرك حتى لو انت في تونس جوى السفرك عليش لانه في جوى السفرك اسمك مكتوب باللاتيني بحكم من اللي مش عسى لك رغمش تلقاها اجنبي متى ما هوش عربي من يقراش حروف عربية كي ما في بداية قد تعريفنا فانت يوريه جوى السفرك لانه فيه اسمك باللاتيني ولا رخصة القيادة متاعك التونسية او الاجنبية لانك فيه الاسم متاعك بالاحرف اللاتينية بما انهم يقراش بالعربية وماذا يكتزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز حسناً، حسناً، هذا هو كل ما حكينا فيه، نهار الامتحان، لا يوجد شيء تقرأ فيه من الآخر لحظة، هذا يسمى Last Minute Studying، حاول أنك تبعد على Last Minute Studying، حاول أنك يمكن أن تلبس شيء مرتاحة، لا تخليش مخنوق أو محصور أو اللي هو، لا تنسيش الـ ID متاعك، لا تتحركش برشة، لا تتكلمش برشة، حاول تركز بالمجد، وأنا ننصحك أوصل الـ Test Center قبل 45 دقيقة، ساعة، ساعة وإلا 45 دقيقة، لأنك أنت قبل موعد الامتحان، ليس يعطيك الدقائق تستي فيهم، إذا كنت نحكي على الـ Test Center، تستي فيهم السوفتوير، وكيفية تعدى من question إلى question، وكيفية استعمل drag and drop، وكيفية استعمل الترانزليت، وهذه حكاية الترانزليت واللغة الثانية للامتحان، ليس نحكيه فيها إن شاء الله، من بعد في الـ Time Management، لأن بعض الناس يتعبوا عندما يأخذوا الامتحان بلغات متعددة، فهنا نحن ننصحهم، ماذا يعملون؟، لماذا يتعبون؟، يتعبون في الـ Time Management، لأنه يقول لهم مشكلة كسيكولوجية، لأنهم يقول لهم كل سؤال مضطرين يقرؤوها بزوز لغات، وهكذا لم يكملوش الامتحان، فهي، فبعض الوخيان اللي ما نشحوش في الامتحان، كانت ديما مشكلة مراهي Time Management، ما هيش مشكلة أخرى، اللي ما كماش عشر سؤال، اللي ما كماش 30 سؤال، ما كماش أربع سؤال، فأحنا ديما عنا ليم الحل بإذن الله تعالى، باش إن شاء الله ينشحوا في الامتحان، بحيم، ورعت، هذيته بالنسبة لنا للجزء الأول اللي هو كل ما هو Logistics، بحيم، ورعت، لنا تعرفوا أنتما أحنا قادرش نصحناكم باش تعمل رتروسبيكتف، ديما كل تكنيك قرينيها، حاول تتخيلها كيفاش كون تقدر تطبقها في شغلك الحالي، ولا كيفاش كون تقدر تطبقها في شغلك الماضي باش هكيك ترسخ في ذهنك أكثر، راهو التكنيك، سلي تربطهم أنت بوظاية حقيقية، عشتها، ولا عاشها زميلك، ولا تتخيل كيفاش لو كنت تعيش هذي في البروشتك بتاعك، راهي ترسخ في ذهنك أكثر من مجرد تكنيك قريتها وتعديد، بحيم، وتعرفوا أنتما لمعظم التكنيك سنعطيوا فيهم examples باش أنت تحاول تتذكر هذوك الexamples، بحيم، راهي هذي خير من أنك تحاول تحفظهم من غير تفهمهم، بحيم، بالنسبة في الامتحان، طبعاً احنا مش نحكيوا عن PMI mindset في tips and tricks، أما فقط كتحذير لك أنت، راهي الامتحان في الامتحان يجبك تجيب على حسب الميندسيت متاع PMI، ثم بعض الناس يقول أنا بالنسبة لي راهي يقول لي البروشتك تشارتر يجينا مثلاً نقوله مثلاً مثلاً غير حقيقي، البروشتك تشارتر هو دوكمنت فيه تقريباً عشرين تلاتين صفحة، وأنا عملوه يعني في البلانينج فيز، نقوله بها بالنسبة الـ PMI، تقول لك البروشتك تشارتر هو فيه سامري متاع البروشتك، فيه صفحة تقريباً حقيقة، وفي الانيشياش متاع البروشتك، يقول لي لا، نحن نخدمه هكياء، تقولوا شوف، أنت جيت عادي امتحان PMP، امتحان الـ PMP من الـ PMI، و PMI تحبك تجيب على حسب الميندسيت متاعه، أنت ما لديك شيء، ما لديك شيء، ما لديك شيء تجيب على حسب الميندسيت متاع PMI، فالمهم جداً أنك تفهم معيندسيت متاع PMI، بيش تجيب، باي، أنت جيب، كيف هي PMI تحبك تجيب؟ باي، ومن بعد، في الخدمة، بعد طبقت اللي تحب عليها أنت، فهمت؟ مفيد أنجح في انتحان الـ PMP، وخذش هذا المرموك، خاطر في الأخير، ما هو PMI متاع PMI؟ هو شيء عند بيست براكتيسيز، من عند برشة عبادة، من برشة الناس، خدموا كبروشت ماناجرز لسنوات وسنوات، وفهم باش بيحثين، وعطوا أحسن الطرق، باش نعاش نتعامل مع مفيد، ولا مع تشينج، ولا مع ليدرشيب، ولا مع كذا، ولا مع كذا، فلا هنا، أفضل حاجة اللي تمشي أنت، بالميندسيت متاع PMI، فهمت؟ فلا هنا، هذه الحاجة مهمة باشا، ومن حبكمش، تنسوها، بايه يا شبيب، بايه؟ فلا هنا، أحاول أنك تفهم جميع الـ PMI كما تحكي عليهم PMI، ومع تكليس كما تحكي عليهم PMI، ومع أنت كما تقلت لك المفيد، كيف تفهم الشهداء، بايه؟ وبما أنه الامتحان معظمه، ومش معظمه هو، كله مستوائشنال، بايه، يعني يحطك في وضعية متاع براجكت، ويقول لك شنو أتعمل، فلا هنا، أنت ديما حاولت جواب على حسب الميندسيت اللي فهمناه، بايه، بايه، يعني، جميع الأسئلة تقريباً، جاءوا بعدهم كما تعلمنا في الترينيج، مبعض ما، هذه هي حاجة وضعها في ذهنك، وما تنسيهش، بايه، 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 اه، هنا تعرفوا أنتما، شنو أقلنا نحن بالضبط، من غير من هجلنا نقرأوه، نمجي وتوى للا، ماشي ندخل وتوى، في التبسنتريكس، تأتي بكل تشابتر، مش تطيروا في التبسنتريكس، وهذا ما التبسنتريكس، فيهم Already Summary، فإنه، It's Summary and Tips and Tricks، تأتي بكل تشابتر، بايه، مش نحاول نفسر المكسيموم بالواحد بالواحد، ورأيتها، وكل واحد مش نحطو انا في فيديو، في فيديو واحدو، عن قصد، بايه، بايش بيسهل عليكم المكسيموم، بعدك في المراجعة يا شباب، بايه، هذيك، هذيك، بايش نحاول انا كل شابتر، نعمل له The Tips and Tricks ووحده، بايش نسهل عليكم المكسيموم، شكرا